معاكم ومعانا دلوقتي عن طريق أبليكيشن زوم الكاتبة ضوحة صلاح واللي هنتكلم معاها عن أعمالها اللي كتبتها وبتعتبر أو بتصنف من أدب الفانتازيا أهلا بيك يا ضوحة أهلا بيك يا لغبار من ورانا شكرا لك خليني أسألك عن رأيك في أدب الفانتازيا في مصر بشكل عام وشايفة قد إيه الإقبال عادي والله هو أدب الفانتازيا في مصر عموما بدء من زمان جدا مش من فترة قريبة زي ما الناس معتقدة يعني هو مشكلته بس إنه كان غياب التصنيف أعمال كتيرة لنجيب محفوظ ويوسف السباعي وتوفيق الحكيم كلها لو بصنا عليها بصة نقدية هنلاقيها نهاية بتصنف فانتازيا بس اللي كان غيب عنا هو التصنيف ممكن لاهتمام الحركات النقدية بتصنيفات روايات تانية زي بقى الكلاسيكية والحداثة وما بعد الحداثة والطيار الوعي وده فده خلاهم شوية يتأخروا في تصنيفات زي الفانتازيا والخالي العلمي والرعب فدي كانت بالنسبة لهم بتعامل على إنها شوية أدب درجة تانية مؤخرا ابتدى الموضوع يتوسع وده بسبب انتشار الأعمال الفانتازيا التجارية ده شوية ابتدى يخلي فيه زي سفوتلايت كده على الأعمال بتاعت الرعب الخالي العلمي والفانتازيا لسه هي في البداية يمكن يعتبر أشهرها الفترة اللي فاتت كان الرعب الفانتازيا بتبدأت تاخد برضو خطوات كويسة لكن برضو إحنا لسه قدامنا وقت طويل جدا لحد ما يعني النقد يتبنى الفانتازيا ويدرسها وتبقى فيها عندنا دراسات عن الفانتازيا في الأدب المصري أتمنى أنه ما بقاش وقت طويل جدا يعني إن شاء الله تمنى ما بقاش يعني فترة طويلة لأنه الحقيقة نوع من أنواع الأدب وحتى لما بيتم تحويله العمل درامي بيحقق نجاح كبير جدا فأعتقد أن زي ما انت قلت هيكون فيه إقبال عليه أكتر الفترات اللي جاية بشكل كبير جدا كلميني عن رواية طرق مقتصرة إلى الفاردوس باعتبارها أكتر كتاباتك أو أكتر الكتابات اللي فيها أدب فانتازيا هو من يعني من وانا صغيرة كنت بحب جدا الحكايات بتاعت علي بابا وألف ليلة ومن الغولة وكل الحكايات اللي هي الشعبية أو الحكايات الأسطورية اللي كانت وأظنش إن فيه بيت من عندنا ما كانش عنده طبعا الصفرة بتاعت بيروت بتاعت كليلة ودبنا فدي الحاجات اللي كبرنا عليها إحنا كأطفال والمسلسلات طبعا بتاعت شريهان ونيلي الفوزير وألف ليلة وليلة فكل الحاجات دي بتأثر في أي مبدع إن هو استقى ثقافته من تراثه كل ده خلاني لما أبتدي أكبر أميل أكتر لأن أنا أقرأ الحاجات اللي فيها فانتازيا أو الحاجات المختلفة الحاجات حتى لو الرواية بتكون رواية ماشية في السياق وقعي لكن يكون فيها خط فانتازيا أو خط خيال ده دايماً اللي كان بيشديني لما جيت أكتب بطريقة مختصرة إلى الفردوس أنا طول عمري بحب ألس في بلد العجائب وحبيت إن أنا أعمل العالم زيه بس عالم للكبار لو العالم ده مخلوق للكبار مش للأطواق يبقى عامل إزاي ولو ألس الكبيرة دي انتقلت في الحفرة اللي هي وقعت فيها هل هي هتروح لبلاد العجائب ولا هتروح لبعالم تاني سودوي وهيبقى عامل إزاي بشكل أقصر نطغن يعني حاجة ما تنفعش لليافعين حاجة تنفع للكبار أكتر وحسيتي إنه في إقبال على الفنتازيا بالشكل ده للكبار حسيتي إن الموضوع يعني في إقبال عليه هو فيه ناس كتيرة قارة الرواية فيه ناس عجبتهم وفيه ناس كتيرة يعني العادي اللي فيه عجبه وفيه اللي ما عجبوش بس دايماً أي حاجة لما يكون البني أدميني اللي بيكتبوها مش منتظر يعني أظن برضو إن فيه فترة مثلاً رواية الواعي لما كانت الناس مش فهمة إيه ده وما كانتش بتقبل عليها في مواجهة الكلاس كرومانسية فدايماً بيكون فيه حاجات هي اللي بتعمل الأساس مثلاً لنوع الأدب ده في وطن معين أو ثقافة معينة وبعد كده حتى لو بعد مئة سنة لما تيجي الناس تدرس النوع ده وتبتدي تدور على الجزور بدأت منين وقتها هم هيبقوا يفسروا الأدب ده ويحطوه قواعد بشكل مختلفة عن جلنا بالوقت هي مجرد رواية بالنسبة له ممكن ناس تعرف تصنفها ناس ما تصنفهاش ناس بتشوفها إن هي سودوية جداً أو غارقة في الخيال جداً أو ليه حد يكتب حاجة زي كده وفي ناس هتشوف رواية دي والله حلوة دي عبقرية دي بعد مئة سنة هتبقى من الرواية اللي بتتدرس فده دايماً اللي بنراهن عليه إن إحنا ما بنكتب إحنا بنكتب حاجة واثقين فيها وحبينها وما يهم مناش التصنيف التصنيف ده للنقاد التصنيف ده للقارئ خلاص إحنا بنكتب وطالما الكتاب أول ما طالع من عند الكاتب وبقى في إيد القارئ إحنا ما ننشحكم عليه بشكرك دوحة صلاحة على وجودك معنا عن طريق أبريكيشن زوم ستكون متحجم على وجودك معنم drawn المشرن